الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام الأتمان الأكرمان على سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان السلام من الله عليكم وتحية مني إليكم أيها الإخوة الأكارم في هذا اللقاء المتجدد مع بلاغة القرآن ومع لغة القرآن كنا في الحلقة السابقة أيها الإخوة قد أتينا على أنواع التشبيه وآن لنا أن نأتي إلى النوع الثاني من أنواع البيان وهو الاستعارة الاستعارة أيها الإخوة كما عرفها علماء البلاغة تشبيه حذف أحد طرفيه طبعا قلنا إن التشبيه هو مشبه ومشبه به ثم أداة تشبيه ووجه الشبه لكن الركنين الأساسيين في التشبيه هما المشبه والمشبه به فتعريفهم للاستعارة يقولون تشبيه بليغ والبليغ هو الذي لا أداة فيه ولا وجه شبه تشبيه بليغ حذف أحد طرفيه فإذا حذفنا المشبه فالاستعارة تصريحية لأننا نصرح بالمشبه به مباشرة وإذا حذفنا المشبه به فالاستعارة مكنية ولكن عند ذلك لابد أن نكني عن هذا المشبه به بشيء من لوازمه هذه التكنية جعلتهم يسمون هذه الاستعارة بالاستعارة المكنية مثالها قوله تعالى تكاد تميز من الغيظ في وصف النار والعياذ بالله تكاد النار تتميز من الغيظ وكأنها إنسان يغتاض يغلي غيظا فقد مثلت النار هنا شخصت النار أيها الإخوة شخصت وقد شخصت قبل ذلك عندما قال إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور فللنار شهيق والشهيق إنما يكون للإنسان ولكنه شهيق شهيق الفوران ثم أتبع بقوله جل وعلا تكاد تميز من الغيظ تتميز غيظا لاستقبال هؤلاء المجرمين الذين يستحقون العذاب فيها من أمثلة الاستعارة المكنية قوله تعالى والصبح إذا تنفس طبعا صدر الآيات فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس أرأيت إلى الصبح وهو يتنفس أوقفت هذا الموقف فرأيت الحياة تدب في الكائنات في الزهر في السماء في الأرض في النور الذي ينبعث شيئا فشيئا كل ذلك مثله رب العزة بقوله والصبح إذا تنفس أصبح الصبح هنا إنسانا لم يذكر رب العزة هذا الإنسان وإنما ذكر شيئا من لوازمه وهو التنفس على سبيل ما يسمى بالاستعارة المكنية والصبح إذا تنفس من ذلك قوله تعالى أيضا وَلَمَّا سَكَتَ عَمْ مُوسَى الْغَضَبُ الْغَضَبُ يَسْكُتُ كأن الغضب أيضا إنسان يتكلم ويسكت فالسكوت إذن من صفات الإنسان لم يذكر رب العزة الإنسان هنا وإنما انتزع شيئا من لوازمه وهو السكوت على سبيل الاستعارة المكنية وأمثرة ذلك كثيرة كقوله تعالى واشتعل الرأس شيبا إلى آخره هذه كلها استعارات مكنية أيها الإخوة لا يذكر فيها المشبه به وإنما يذكر شيء من لوازمه أما الاستعارة التصريحية فيصرح فيها بالمشبه به يصرح فيها مباشرة بالمشبه به دون ذكر المشبه لا ذكر للمشبه كقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا واعتصموا بحبل الله المقصود بالحبل هنا هو الدين القويم المراد اعتصموا بالدين الذي يشبه الحبل الحبل الوثيق لم يذكر الدين ولم تذكر الشريعة وإنما ذكر المشبه به وهو حبل الله المتين من ذلك أيضا من أمثلة الاستعارة التصريحية قوله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور والأصل هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلال إلى الإيمان فمثل الظلال بالظلمات ومثل الإيمان بالنور أو شبه الظلال بالظلمات وشبه الإيمان بالنور قلت لم يذكر المشبه في كلتا الحالتين وإنما صرح بالمشبه به مباشرة ومثل ذلك أيضا قوله تعالى إهدنا الصراط المستقيم والصراط المستقيم هو الدين القويم فذكر المشبه به وحذف المشبه على سبيل الاستعارة التصريحية وليكي أقرب الأمر قليلاً أيها الإخوة لا بس أن نذكر بعض الأبيات التي وردت فيها الاستعارة من ذلك قول الشاعر المحتري أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكاً من الحسن حتى كاد أن يتكلم انظر إلى الربيع يختال ضاحكاً وفعلاً الربيع يختال ضاحكاً يختال ضاحكاً بأزاهيره بعنادله التي تغرد بألوانه بخضرته بنظرته كل ذلك ضحك فكأن الربيع إنسان يضحك بل هو يتكلم أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكاً من الحسن حتى كاد أن يتكلم يكاد الربيع يكلمك وتكلمه يحييك وتحييه فهذا تشخيص أيها الإخوة والاستعارة المكنية في معظمها عبارة عن تشخيص يعني قلب الأشياء إلى أشخاص إلى روح تدب الروح في الجمادات كقول الشاعر لو أن مشتاقاً تكلف فوق ما في وسعه لسعى إليك المنبر يعني لو أن طبعاً هو يصف أو يمدح الخليفة بأنه خطيب مسقع فلو أن المشتاق يسعى إلى يتكلف فوق ما يسعه لا سعى هذا المنبر إليك يعني مشى إليك المنبر لأنه هو الذي يحبك وهذا يذكرنا أيضاً بقول الفرزدق في مرح زين العابدين يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم يعني يكاد ركن الحطيم هو الذي يمسك بهذا الممدوع لما يعرفه من هذه الراحة التي جبلت على الكرم والجود والعفة واللطف هذه طبعاً استعارة مكنية وأمثل الاستعارة التصريحية بقول الشاعر فأمطرت لؤلؤاً من نرجس وسقت ورداً وعضت على العناب بالبردي في هذا البيت أيها الأخوة سبع استعارات وهو يصف فتاة جميلة يقول فأمطرت لؤلؤاً اللؤلؤ هنا الدموع من نرجسين من العين وسقت ورداً ورد الخدود وعضت على العناب العناب هو أطراف الأنامل بالبردي أي بالأسنان فكل هذه الاستعارات استعارات تصريحية صرح فيها الشاعر بالمشبه به وحذف المشبه أنطلق معكم الآن إلى نماذج قرآنية أستعرض فيها أنواع من الاستعارة وأقف فيها على بلاغة الاستعارة النموذج الأول قوله تعالى فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرها قالتا أتينا طائعين أيضاً هنا تشخيص أيها الإخوة تشخيص للأرض وللأرض والسماء بإنسان يتكلم ويفهم ويعي لا بجماد هما جماد من الجماد لكن الله سبحانه وتعالى يقول فقال لها أي للسماء وللأرض ائتيا طوعاً أو كرها قالتا أتينا طائعين الاستعارة أيها الإخوة تصوير وتجسيم يقرب إلى الذهن المعنى ويجعله مؤثراً في غاية التأثير يعني أحياناً أنت تقرأ الاستعارة وسأضرب مثالاً على ذلك فينطلق المرء من غير إرادة منه ليعبر عن مدى تأثره بما قرأ مثال ذلك قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم هذا التصوير أيها الإخوة لشراء الأنفس والأموال بالجنة الأنفس والأموال مقابلها الجنة عق صفقة هي صفقة سمعها الصحابة فقال قائلهم ربح البيع مباشرةً هو قبل الصفقة وعبر عن تأثره بأنه قال ربح البيع لا نقيل لا نستقيل وأقدم فحارب وجاهد في سبيل الله واستشهد ليبيع نفسه وماله في سبيل الله ويأخذ بطبيعة الحال المقابل بأن لهم الجنة وهذا تأكيد لم يقل جل وعلا بالجنة وإنما بأن وقد سبق لي أن قلت إن أن هذه عندما تدخل على الجملة تفيدها تأكيداً حتى لا يشكك في ذلك مشكك إذن الصورة أثرت تأثيراً مباشراً من التأثير المباشر أيها الإخوة سأذكر ذلك البيت الذي تأثر فيه سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه بعد أن زج الحطيئة في السجن معروفة قصة الحطيئة عندما هجى الزبريقان بقوله دعي المكارم لا ترحل لبغيتها وقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي فسجنه سيدنا عمر في قعر بئر فالحطيئة في رقبته أولاد استعطف سيدنا عمر بقوله ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ زغب الحواصر لا ماء ولا شجر ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة فاصفح عليك سلام الله يا عمر لاحظوا كيف لم يذكر أطفاله وإنما صرح مباشرة بالمشبه به فقال ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ أطفاله إذن أفراخ وهذه الأفراخ زغب الحواصل يعني عليها شعر ناعم لم ينبت لها ريش بعد قبل أن ينبت الريش يكون أيها الأخوة على فرخ الحمام أو فرخ الدجاج زغب زغب عبارة عن شعيرات صفر لا يعني قوة فيها ولا تفيد في طيران فهي إذن أفراخ ضعيفة هذا التشبيه هذه الاستعارة جعلت سيدنا عمر عندما سمع هذا البيت يرق بل جعلت دموعه تنهمر جعلت هذه الاستعارة من دموعه تنهمر ويعفو عن الحطيئة ويشتري منه أعراض المسلمين بمبلغ من المال أحسب أن الوقت قد أدركنا أيها الأخوة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد ترجمة نانسي قنقر